انتو عارفيني كنت قاعد عمال ببص بالمناسبة على التصنيف بتاع كيو اس فانبسطت جدا جدا انه تصنيف جامعة القاهرة هي رقم واحد مش في العالم يعني رقم واحد في مصر ولها ترتيب متقدم من ضمن الجامعات الكبرى في العالم ده التقريم اللي هو بيسموه الأوفرول يعني فانبسطت بشكل غير طبيعي لو ديكوا بقى على تقريبتها كلية الطب هتنبستوا مني اكتر رقم اثنين على طول بعد طب بعد جامعة القاهرة كانت جامعة عين شمس ولقيت تقريبا 24 جامعة متصنفين 24 جامعة مصريا متصنفين في كيو اس هرجع مرة تانية لدكتور أحمد وقلت ارجو ان لا تترك الأدب ايه بقى بحاولني لا انا هي الفكرة كلها هي المشكلة الوقت يعني انا مؤخرا حاولت ان انا نفسي شوية في موضوع الترجمة بالزيت لان هو 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 الفكرة كلها هي طاقة فانت يعني موجهة فين يعني بس فكان في حاجات كتير قوي حلوة انا حابب اعملها مزت في كتر جمع طول وقت في كتب عجباني ونفسي اشتغلها يعني فانا في ظني يعني ان انا جيت في وقت من قوات كان على نفسي شوية يعني هو بقيت بعمل كمية كتب كتيرة في وقت قصير فده خد بقى من حاجات كتيرة يعني مش بس من خد من الطب ولا ايه لا لا يعني الحمد لله جدا الحمد لله ده أكل عيشنا بس هو خد مثلا من كتابة للأدب طبعا خد حتى من فكرة ان انا مثلا انا طول الوقت ببقى عندي مشاريع قراية في حاجات معينة او مثلا او حاجات معينة عايز اشتغل فيها او اقرأ فيها بشكل اعمق شوية بحيث ان انا ممكن فوقت من الوقت اكتب في السكة دي بتبقى مشاريع كده يعني فلاقيت نفسي ايه كل شوية لا يعني اجل ده شوية اجل 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 عشان اخلص الحاجات دي فمؤخرا يعني انا ده خرار بيني وبين نفسي يعني عشان زي ما هيك ما بتقول كده ما سيبش الادب يعني انه لا يعني بدل ما بعمل مثلا كمية دي احاول اقلل شوية بحيث ان انا لاي وقت الامور اخرى يعني طيب يمكن اخيرا يمكن وللأسف الوقت اللي جري ده هسأل على مسألة الاقبال على الكتب اللي هي العلم للمساطاء لو حابنا نسميها كده لا هو الاقبال في ظني يعني وزي الموضوع حقيقة انا حتى مع اول كام اول كتاب او سواء مؤلف او مترجم كنت بلاقي ردود فعل كويسة جدا وفي اقبال يعني مش مش قليل العكسي يعني وده حفز حتى الناشرين انه يعني انا بتريت احس ان في حركة في ناس بقى عندها مشروع ان احنا نعمل سلاسل نشر علمي يعني ما يبقاش مسلا نشر طلع كتاب او كتابين لا هو عايز يعمل مجموعة كتب فبقينا يعني الخطط السنوية يبقى فيها اكتر من كتاب لا اكتر من حد طيب بوصة وقت خلص انا هقولك نصيحة انا ما نتنقش فيها واحنا ماشيين اعمل بودكاست زي ما كنا بنتكلم نيلدي جراس الى اخره اعمل بودكاست في ثورة البودكاست التي تملأ العالم الان لانه ساعات كتير بشوف الكلام فارغ وهلس وده شيء يعني عادي تمام مهم عنديني انه يبقى فيه بودكاست حلو وكويس ومحترم وبتكلم على تبسيط العلوم وعلاقة العلم بالفلسفة بالأديان بالأدب بالتاريخ بالأساطير إلخ إلخ ولوليا انا يعني ابدي اعجاب ما أو تقييم ما ولديك صوت الحقيقة يشجع على ذلك يعني ده بجد يعني لو انا كنت لسه بعمل voice over مكنتش قلتلك كده اقولك لا ده عام ده هينفسنا بس انا عمري عملت كده في حياتي انا تعلمت من اللي علموني او يعني اللي أكبر مني والجيل الأسبق قالها في voice over ان انا اشجع دايما لان انا اتشجع لا بس انا نفس حضرتك فين يعني ده مستحيل لا تنافس ونؤبس انا والله العظيم ربنا انا عم عليها باتنين وانا دايما ادلهم بالفضل استاذ عصام سيف وصديقي اسامة مونير فالاتنين دول كانوا مشجعين جدا بالرغم انهم من اعمدة الشغلان يعني لما كنا بنعمل اعلانات وبتاع استاذ عصام ربنا ده ما علي يا رب وكانوا مشجعين جدا ولا يشعروا بانه ده فيه وقت صغير جيه وهيخش وبتاع اطلاقا فانا اتعلمت كده في كل حاجة في حياتي يعني فا وده هيخليني انا عايز سؤال كمان بص بتفكر في البودكاست ولا لا امانة كده ما جات لكش الفكرة جات لي الفكرة بس هي برضو نفس القصة محتاجة وقت ومحتاجة يعني شوية مجهود ممكن احاول اقل حبة اقل كتير يعني لا هي ممكن تتعامل وهتبقى مؤشر لطيف بس قد يدفع انه يجي منتج تئيل يقولك بص يا دكتور احنا عايزينك بقى خاص انا هفكر فعلا في الموضوع خلاص حاضر ارجوك حاضر هتفكر فيه خلاص اتفقنا وبتشتغل دوقتي على مشروع ادبي ولا لا بدأت يعني تكتب ملامح فيه اه فيه فكرة هتبقى غالبا رواية خيال علمي يعني بس هي لسه يعني لسه يعني يعني الخطوط العريضة موجودة بس لسه مابتليتش اكتب فيها بس خلاص يعني ان شاء الله قريب جدا نبتلي فيها ان شاء الله انا اهتمت بالفيزياء النظرية وميكانيكا الكمة بسبب رواية تسر اكت فا ومن ساعتها الله يرحمك يا بابا هو اللي ادهيلي ادهيلي ارهيلي فا انا اشكرك جدا يا دكتور انا متشكر جدا يا حضرتك اتمنى انه بعد الحلقة دي لا تنتهي العلاقة ما بيننا لتتطور وتصير صداقة حقك يساعدني اتمنى ذلك نادما بتشرف بمصادقة الادباء والعلماء العزيز اوضفنا جميعا العزيز دكتور احمد سمير كاتبا ومترجبا وقديبا ومدرسا بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة خلصت الحلقة لحد كده سوان يكون موجود معنا كريم رمزي انا شايفه كريم داخل اهو هنتكلم بقى على المطش بقى وحدوتة اما شوف رأي كريم وتحليله كما جارت العادة في برنامجه رقم عشرة والنتيجة لازلت واحد واحد يا رب عايزين نكسب والنبي يا رب كل حاجة سهل عليك يا رب سهل يسر ولا تعسر اما احنا لو كان لنا العمر فهنقابلكم بكرا ان شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة